احنا أنواع شخصيات مختلفة من آخر في حاجة اسمها طفل سهل الطبعة اللي هو الشخص الخجول وده سهل قوي انجزابه لأي فكر أو الشخصيات قوية إن هي اللي احنا بقولوا عليها لأ كل حاجة لأ وليه فبتدام منه قوي واحد اتنين إنها خجولة أو إنه عدم الثقة بالنفس الطفل الخجول اللي أنا بعمله كل حاجة في حياته أو اللي ما عنده الثقة بالنفسه اللي أنا بخطله تصريحة شعره بيروح فين يجي منين هو أصلاً ما عنده شخصية أو هو ما بيعافش يتعرف على الناس بتحول لتشخصية خوافة عشان ما تحملش المسئولية فده سهل قوي ينجزب بره إنه ينسقل هو يعني إحنا بنكون السبب لما بنلغي شخصيات ولدنا مظبوط عشان بص إحنا أماما توليت حاجة اسمها منطقة أمان ابني بيحبني أو بيحب بابا وماما بس أنا بقى اللي بهاندي للمعضو ده لو أنا مثلاً عندي خلافات بين بابا وماما كتيرة اللي هو خارس الزوجي أو أبا تخاني قدام ابني أو بابا وماما بدروا بعض أو الحب المشروط إن أنا دايماً بقول أحبك لو عملت كذا أو الجسومة الكلامية الوعود اللي إحنا دايماً بنيديها لولادنا ومش بتحصل بيحصل خلل في مطقة الأمان أو الإهمال أو القصوة شديدة وبنسبة الإهمال كفي قصة شهيرة قوي إن الطفل اللي عمل المقال أو عمل موضوع تعبير قال نفسي أطلع على تلفزيون فلما سألوا المدرسة بتحكي الجزهاني بتقول وتخير في طفل عندي في الفاصل كان بيعمل نفسي أطلع على تلفزيون فبتسألوا ليه قال لها عشان خاطر كتف موضوع التعبير عشان خاطر بابا وماما يحبوا التلفزيون أكتر مني عشان مش بيسمعوني زي بيسمعوا التلفزيون عشان بيبستوا قوي لما بيسمعوا التلفزيون فنفسي يحبوني فنفسي أطلع على تلفزيون وطلع عن مدرسة دي مضوع التعبير بتاع ابنها عشان هو حاسس اللي هو الطفلة مهمة فبيحصلوا يخلى في مطارة الأمان فيروح فين فيروح لأصدقائه أو يروح للإعلام أو للععاب الإلكترونية طب راح أصحابه هياخد ده زي ما إحنا قلنا في الأول فكرة تتحول على طول دجمة أو حد السلوكه الشخصية طيب ممكن يروح للإعلام أو ممكن يروح للإعلام الإلكترونية للعاب دي توصله للفكر المطارف طبعا إزاي لما ابني مش بيحس بشخصيته وكيانه جوه البيت لو شخصية قوية مثلا وأنا دايماً أقول له لأ لأ باستمرار أو شخصية خجولة ودايماً بقصوا عليها في التربية أو بقارنها بيقى بقارن ابني بحد تاني بالأحسن بابن خلتك بابن عمر ابني بيروح فين بقى بيروح لمنطقة أمانهم اللي هما العاب الإلكترونية أو الفيسبوك أو غيرهم ما حدش بيلوم وما حدش بيجدش ما حدش بيقوله أي حاجة مضبوط فتروح حاجة اسمها متلزمة العالم الإفتراضي اللي هو أصلاً مش موجود فإيه اللي ثقةه بنفسه بتفضل تقل تقل فده سهل ينجذبه بكل سهولة تعالى أنا هديك شخصيتك ومكانتك وكيانك هديك كذا فيبدأ يحس بشخصيته في هذا الكيان أو من معجموعة دي فسهل قوي انسياعه للأوامر ممكن نروح مجموعة تانية اللي هما الأفلام اللي خاصة بالعنف أو الألعاب اللي خاصة بالعنف بتعمل إيه بتعمل حاجة في السلوك اسمها مرحلة التبلد اللي هي الشعور زي ما نتشوف مثلاً ناس في الشرق بتعذب كلاب أو حيوانات دي حاجة اسمها مرحلة التبلد هو بقاش حاسس أصلاً بفكرة الرحمة اللي احنا بلقول ما حد تقال لها عودة فإيه اللي بيحصل هو انجذب لشعور العنف يبسط قوي منه بدأ يحس إن الشخصية السيدة هي الشخصية العنيفة اللي تدرب اللي بتعمل ده فاكتسب هذه الشخصية ليه؟ عشان إحنا لما نتكرر حاجة أكتر من سمع مرات بناكتسبها مئة في المئة الطفل يتعاود صلاة اللي هو صغير هيطلع يصال ما تعودش صلاة هو صغير صعب جداً يتعاود عليه تعلمه هو كبير طبعاً فبيدأ ينجذب لهذه الحاجات دي أو العاب دي لما بيقعد يعملها تطلعون في فترات طويلة إيه اللي بيحصل بسر حاجة اسمها في السلوك اضطراب الشخصية الحدية اللي هو بيكون متقلب المزاج بتجيب له هداية مثلاً يكون مبسوط بعدها بعشر دقائق يكون متضايق متقلب المزاج بعد كده بتتحول حاجة اسمها الألوان اللي بتتعرض مع العم حاجة اسمها الهوس الاكتئابي ومن هوس الاكتئابي للاكتئاب فانت ممكن تقتلي نفسياً وهو لسه عايش فده عنده اضطراب سلوكي تعالى بقى وتديله الفكرة اللي انت عايزه مع كيانه فيروح لهذا الانسلوك وتحسسه بأهميته طب يا دكتور عشان نتجنب ده أساس المدوز ما حرك قلت اللي هي الهزة الشخصية اللي عند الولاد حتى بعد التفجير اللي هيبية أنا شخصياً كتبت بوست وأني مش فاهمة قوي في العلم النفس بس قلت كده قلت ربو ولادكم إن هو يبقى عندهم ثقة في نفسهم وما حدش لازم يقولهم أنت مهم يبقى هو جواه عارف إن أنا مهم ومؤثر في المجتمع إزاي أربي إبني من هو صغير إنه يطلع عارف أنا مش مستاني فلان يسقف فيه أو أعلان يقولي أنت كويس أنا عارف إن أنا كويس وما تقولي أوكي تقتل إبني نفسياً اللي هو هتفهم ملما تكبر أنت لست عادي صغير